سلام الله عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة منوعات مغربية مفيدة مع فيديو جديد ولكن هذه المرة سيكون موضوعا خاصا بالمراهقات وبهذه المناسبة أريد أن أوجه تحية خاصة لكل الفتيات الجميلات والطموحات التي يتابعنني في القناة فبصراحة كنت أعتقد أن كل صديقات القناة هن أمهات والزوجات عاملات أو ربات بيوت حتى تفاجأت مؤخرا بتعليق جميل ولطيف من إحدى صديقات القناة تقول لي بأنها تتابع كل مواضيع رغم صغر سنها وترغب في موضوع خاص بالمراهقة فنزولا عند طلبها سأشارك معكم أهم الأمور التي قد تفيدكم في فترة المراهقة وكالعادة خذوا ما يناسبكم ودعوا الباقي لكل مرحلة في حياة الإنسان مميزات خاصة بها وطريقة محددة للتعامل معها ومرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية من الطفولة نحو النج فيها تحدث تغيرات جسدية وعاطفية فتبدأ المراهقة في تكوين هويتها الشخصية وتبدأ في التفكير بعمق وتحاول التخلص من السلطة للشعور بالاستقلالية وهذا شعور طبيعي وعادي في هذه المرحلة لا يشترط أن تكون كل مراهقة عدوانية ومتمردة فهناك ثلاثة أنماط من المراهقة الأولى مراهقة سوية وخالية نسبيا من الصعوبات وتكون فيها المراهقة واعية وخلوقة ولها رؤية واضحة وأهداف محددة وغالبا ما تكون متفوقة في دراستها وعلاقاتها الاجتماعية سليمة وطيبة الثانية مراهقة انسحابية وهذا النوع تفضل المراهقة الانفراد بنفسها والانعزال عن المجتمع تكون قليلة الكلام ولا تحدث المشاكل الثالثة مراهقة عدوانية حيث يتسم سلوك المراهقة بالتنمر على الآخرين وانحراف أخلاقها ومن هنا نستنتج أن المراهقة ليس لها نمط موحد بل ثلاثة أنماط مختلفة غير أنها قد تمر بتغيرات جسدية متشابهة كنمو التديين وزيادة الدهون في الجسم وظهور حب الشباب وزيادة في الطول إلى آخره لذلك قد تشعر بعض الفتيات بعدم الأمان بشأن مظهرهن لهذا سأقدم لك بعض الخطوات على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي كذلك فعلى المستوى النفسي أولا حاولي أن تعزز ثقتك في نفسك وذلك بإغناء رصيدك التقافي وقراءة الكتب وتحسين علاقتك بالله سبحانه وتعالى للمزيد من التفاصيل سأترك لك رابط موضوع مهارات لتعزز الثقة في النفس في صندوق الوصف ثانيا لا تقلل من قيمتك حتى مع نفسك ولوعا غير قصد فعقلنا الباطني لا يفرق بين الجد والمزح يعني أي شيء تقولينه لنفسك سيصدقه عقلك الباطني وسيتقبله كما لو أنه حقيقة مطلقة وهنا تكمن أهمية التوكيدات فمثلا عندما ترددين عبارة أنا أتحمل المسؤولية أنا ناجحة أنا أستحق التقدير عقلك الباطني سيركز على هذه العبارات الإيجابية وسيبدأ بالتفكير على هذا الأساس أما إذا قلت مثلا لا أريد أن أكون فاشلة بعد اليوم سيسمع عقلك الباطني كلمة فاشلة وسيركز عليها لهذا اختاري بحكمة حديثك مع نفسك ثالثا اشتغل على ذكائك العاطفي وذلك بممارسة هواياتك المفضلة التي تريحك نفسيا وممارسة التأمل لتهدئة عقلك وحاول أن تتعرف على ذاتك لتحبيها أكثر رابعا حددي أهدافك وخططي لمستقبلك بعناية وضعي سطرا كبيرا تحت كلمة بعناية لأنه مستقبلك أنت فكم من أب وأم يقرران الشعب أو التخصص الذي سيتبعه أبنائهم سواء كان أدبي أو علمي بغض النظر عما يحبه الأبناء فتخيلي نفسك تدرسين أربع أو خمس سنوات في تخصص لا تحبينه وبعدها عشرون سنة في وظيفة ستجدين نفسك مجبرة على قبولها إذن الحل هو اختيار ما يناسب أهدافك وطموحاتك لكي لا تندمي بعد ذلك وكآخر نقطة لا تعيشي دور الضحية كوني سندا لذاتك ولا تنتظر تعاطف الآخرين معك فقد تصبح مسألة خطيرة إذا تعودت عليها والآن سنمر إلى المستوى الجسدي من المهم أن تعرف بأن كل مرأة مرت بفترة البلوغ فلا تشعري أبدا بالخجل من جسمك أو من الدورة الشهرية بل بالعكس اعتزي بنفسك واحترمي جسدك وصونيه وكما قلت سابقا في هذه المرحلة ستتغير الهرمونات ويظهر حب الشباب والرؤوس السوداء لهذا سأشاركك بعض الخطوات لكي تحافظ على نظارة بشرتك ونظافة جسمك أولا يجب أن تكون أغراضك الشخصية خاصة بك أنت فقط مثل المشط ومقص الأضافر ومزيل العرق وفرشات الأسنان ثانيا استعمد ملابس داخلية قطنية وغيريها بشكل يومي ثالثا غيري قناع وسادتك مرة واحدة في الأسبوع واستخدمي منشفة قطنية صغيرة خاصة لوجهك رابعا اغسلي وجهك يوميا عند الاستيقاظ في الصباح وقبل أن تنامي في الليل بالماء والغسول أو صابون خالي من العطور خامسا بعد تنظيف وجهك ورط به بكريم أو سيروم ثم ضع واقي شمس وفي حالة ظهور بطر على بشرتك إياك أن تلمسيها فهذا سيزيد من نسبة انتشارها بالوجه سادسا اشرب كمية كافية من الماء لترطيب الداخلي وآخر نقطة دائما عند خروجك ضعي في حقيبتك معقم اليدين ومرآة وفوطة صحية وقنينة ماء وعلكة هذه أهم الأغراض التي يجب على كل فتاة عدم الاستغناء عنها عند خروجها من البيت والآن سأتحدث بالمختصر المفيد عن أهم النقط التي يجب أن تتعلميها بخصوص الدورة الشهرية أول نقطة هي النظافة الشخصية خصوصا في هذه الفترة يعني لازم تغيير الفوطة مرتين أو أكثر في اليوم لكي لا تسبب لك حساسية وضروري غسل المنطقة بالماء الدافئ وغسول لطيف ممنوع منعا كليا استعمال الماء البارد لكي لا يؤثر عليك بعد ذلك ثاني نقطة حاولي تسجيل تاريخ الدورة في كل شهر على دفترك أو الأجندة الخاصة بك لكي تستعد لها قبل بيوم أو بيومين بشراء الفوطة الصحية وأخذ حمام ساخن ثالث نقطة تعلمي بأن الفوطة الصحية الخاصة بك لا يجب أن يراها أي أحد ولو عن غير قصد بمعنى في حالة تغيير الفوطة تخلصي منها في كيس خاص مباشرة خصوصا إذا كان الحمام مشترك لا تترك أي أثر في سلة المهملات رابع نقطة إذا كنت تحسين بألم ومغص في بطنك خلال الدورة حاولي أن تشرب مشروبات ساخنة كمغلي الكامون أو البابونج واملأي قنين بالماء الساخن وغطيها بفوطة ثم ضعيها على بطنك والبس جوارب وبيجامات دافئة باختصار دفي نفسك وابتعدي ما أمكن عن الأدوية والمسكنات خامس نقطة تقفي نفسك وتعلمي كل الأمور المتعلقة بالدورة الشهرية من طريقة الغسل والأحكام الدينية الخاصة في هذه الفترة وكآخر نقطة في اليوم الأخير من الدورة الشهرية لا تنسي غسل السجادة ولباس الصلاة الخاص بك وتعطيرهم وخذي حمام عميق كالحمام المغربي مثلا اعملي ماسك للشعر والجسم وفركي جسمك جيدا المهم هذه كانت أهم النقط التي أردت مشاركتها معك بخصوص الدورة وفي الختام لا تنسي أن المراهقة مرحلة مهمة في حياتك استمعي إلى النصائح المقدمة لك وتابعي الحسابات المحفزة وحسابات أشخاص ناجحين في حياتهم طور مهاراتك لكي ترسمي مستقبلا زاهرا ولا تدعي الأفكار السلبية تؤثر على ثقتك في نفسك كوني قوية ولا تتوقفي حتى تكوني فخورة بنفسك دمتم سالمين